لم يشهد الجنوب الجزائري منذ سنوات عديدة تقلبات جوية أدت إلى خسائر معتبرة ولكن ما حدث بولايات بشار وبعض الولايات الجنوبية هذه الأيام لم يكن في الحسبان أين أدت الأمطار الغزيرة التي فاقت كمياتها في بعض المناطق الخمسين ميليمتر أدت إلى أمطار جرفة الأخذرة واليابس وأدت إلى امتلاء الوديان مما دفع بكميات كبيرة من المياه نحو شوارع المدن لتتسبب في إغراق المساكن وأيضا الطرقات وهذا ما تنقله رواد مواقع التواصل للجمعي الذين تداولوا فيديوهات تظهر الكم الهائل من المياه وهي تجرف كل شيء أدوات تدخلت في رقوة الحماية المدنية مدعومة بمصالح الشرطة والدرك الوطني بيتندوف وبشار وانعامة البيض والتمنراست من أجل إنقاذ وإجاء المواطنين وعائلاتهم خاصة أولئك الذين حاصرتهم المياه نتابع هذه الفيديوهات التي رصدها مصور مواقع التواصل الاجتماعي هكذا كان حجم المياه والدمار الأكيد الذي لحق بالكثير من المدن في الجنوب الجزائري حول هذا الموضوع مشاهدين كتب عبد المجيد لا حول ولا قوة إلا بالله يجب أخذ الأوضاع العامة بعين الاعتبار يعني غير معقول في زماننا هذا تبقى بعض المناطق دون تهيئة عبد الله مشاهدين كتب رب يرحم من مات ويعوذ الفلاحين الخسائر وعلى السلطات العمل على عدم تكرار هذا السيناريو مستقبلا هذا وتواصل فرق الحماية المدنية عبر مختلف الولايات الجنوبية تقدير الخسائر وإجلاء المتضررين